اشتركوا في القناة حيث سيكون فريق النصر السعودي في مواجهة الشباب السعودي الكل متحمس جدا لهذه المباراة وأتمنى أن تكون على مستوى الحدث وترضي هذه الجماهير الحاضرة ونستعرض لان تشكيلة نادي النصر في مباراة اليوم ديفيد أوس بينا في حراسة المرمى مارسيلو بروزوفيتس سيبدأ مع لويس غوستافو في وسط الملعب وفي الهجوم سنشاهد كريستيانو رونالدو يتحرك بالكورايل الأمام لم يكتب لها النجاح وتحولك الخطورة حكيم الزياش الشباب يستعيد الكرة بيلعب للكورا بينية عالية تقدم بثبات نحو المقدمة تنصر تقدم في المباراة أي شجاعة هنا في الاعترام وهنا يحدد تحول في السيطرة شف المستهندة شف طلب الكرة من الزملاء لكن بضيع الفرصة وتنتهي الهجمة بلا خطورة سددها كحطاني أي تصدي مذهل الآن شف التركيز الكبير شف اللقطة صحيح تسلل ولا مشكلة لو دخلت لكن الدفاع عن المرمى كان بالفطرة كريستيانو رونالدو اعتراب للعرضية بنجاح كريستيانو بتدخل شرعي يستعيد اللقطة في المناطق الخلفية رمي التماس لمصلحة الشباب تدخل ناجح لإستعادة الكرة النصر يتقدم في المساحات على الطرق يتوغل في العم تصدي جيد من حارس المرمى يستحق الإشادة أي مرورة أي تركيز أي ردد فعل في اللقطة انتهت الضربة الروكلية نجحوا في الإبعاد تصويب قوية هنا تصدي ممتاز فرصة مع الضربة الروكلية لتقدم في النتيجة ركنية إلى داخل المنطقة فشل في إبعاد الكرة المرمى تدخل هنا تدخل هنا واعتراض الطريق هجوم لمصلحة نادي الشباب بهذه الصورة صافرة نهاية الشوط الأول تنهي لحداثة في هذا الشوط استراحة قصيرة ثم نعود لاستقل هذه المباراة الشوط أول تستطيع أن تقول ممتاز من جانبي ساد يوماني كل شيء ممكن حتى اللحظة واضح الحيوية في الأداء في الشوط الأول من خلال فرص والمحاولات وتسجيل هدف التقدم في النتيجة مع بعض التركيز في الشوط الثاني ممكن تسجيل الشوط الثاني يبدأ وراكلات بداية لنادي الشباب خطيرة لكريستيانو هنا تظهر براعة ومرونة حرس المرمى في هذا التصنذيب انظر إلى التركيز اللياقة الرشاقة التي ظهرت في اللقطة بناء جيد لهذه الهجمة الله على روحة التدخل في هذه اللقطة فرصة لهجمة مرتدة في هذه اللحظات كرة مرتدة والدفاع يحتاج للعودة كريستيانو رونالدو هدف يوسع الفارق مشاهدين أنتي جلان هدفين مقابل لشيح مهارة كبيرة في التمرير مهارة كبيرة في التمرير تعيد الأمال وتحيل الأمال وتشعل المباراة من جديد النتيجة الآن تسويب مقلب جماهيري من ساديو ماني حتى الآن يا ربوح على التصدي سرعة ردد فعل غير عادية لكرة قريبة جدا هدف ياتي والآن يتسع الفارق إلى هدفين أفضلية مستحقة بالتأكيد نشوف الهدف من بدايته من ركنية حكيم الزياش ومن بعد ذلك تمكن الساديو ماني من استغلال الفرصة والتسجيل عن طريق ضربة رأسية متقنة لم يتمكن حارس المرمى من إيقافها هدف رائح من جانب السانيقاني النتيجة الآن ثلاثة هدف مقابل هدف وحيد والكرأة تعود الآن من نقطة البداية أوهو تسويبا تصدي ممتاز لحارس المرمى حدية من حارس المرمى تسع دقائق ويطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بيعدي فيها برسلان يظهر حارس المرمى هنا في دفاع عن مرمى حراسة المرمى تحتاج إلى مرونة كبيرة وردت فعل سريعة ركنية بتعدي الكرة وتصل للقائمة القائمة يرد الكرة بعد هذا التصديق وراء مضيع من جانب الشباب الآن تأتي فرصة لهجوم مرتد الوقت بدل الضائع المحتسم دقيقتين فقط ترسل الكرة في وسط منطقة الجزاء نهاية هذا اللقاء بفوز النصري بالديربي فوز مهم تحقق وثلاث نقاط تضاف لرصيد الفريق لا يهم إذا كان الفوز عريضا أم لا المهم بأن تحقق مباراة ممتازة اليوم كانت من جانبي ساديو ماني خطف الأضواء بالأداء الرعب فوق أرضية الملعب دار بشكل جيد كان واضح أيضا عزب من البداية على صناعة الفارق نجح في تسجيل هدفين وسام أيضا في فوز الفريق اشتركوا في القناة